أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اهتم الإسلام بالزمن اهتم بالوقت وتنظيم الوقت وبيّن لنا كيف نحافظ على أعمارنا وعلى أوقاتنا فلا نضيّع منها شيئا إلا في طاعة الله تبارك وتعالى أو في كسب حلال نكف به أنفسنا ومن نعول للأسف الشديد انتشر بيننا كيف نضيّع أوقاتنا ونتفنّن في ذلك ثقافة بدأت تنتشر كيف يضيّع الإنسان وقته وكيف يدفع الزمان دفعا وكيف يدفع عمره ولا ينتبه أن كل لحظة تمر يقترب من القبر وكل يوم ينتهي ولم يزدد فيه قربة من الله هو يوم عليه مشؤوم لأنه سيكون وبالا عليه يوم القيامة ننتبه إلى الأمر ننتبه إلى قيمة الزمن ننتبه إلى أن الإنسان ما هو إلا زمن عبارة عن زمن حياتنا أوقاتنا أعمارنا سيدنا عبدالله بن عباس قال في قول الله تبارك وتعالى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا قال نعد عليهم أنفاسهم في الدنيا عجيب هذا التفسير من حبر الأمة وترجمان القرآن الأنفاس معدودة فلا ينبغي أن تخرج نفسا إلا في كلمة خير إلا في ذكر لله تبارك وتعالى لا ينبغي أن نضيع الأنفاس فيما لا يفيد نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مروي في الصحيح نعمتان مغبون فيهما كثير وقف عند كلمة كثير عند كلمة مغبون الغبن أن تشتري الشيء بأكثر من ثمنه أو أن تبيع الشيء بأقل من مثله إذن في كل الأحوال الإنسان في خسارة وما علاقة ذلك بالعمر هكذا الإنسان عندما يضيع وقته كأنما باع عمره بأبخس ثمن المال ربما يجمع ويتفنن الإنسان في جمع المال ويسعى لجمع المال ولكن العمر لا يجمع العمر يعمر بالطاعة والذكر وأكل الحلال بالبناء والتعمير بالسعي إلى رضا الله تبارك وتعالى لذلك الإنسان يسأل عن أشياء أهمها وأولها العمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به أو ماذا عمل فيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم وانظر إلى أول الحديث يسأل الإنسان عن عمره سؤال عام عن العمر كله ثم بعد ذلك فترة يسأل عنها خاصة لأهميتها في حياة الإنسان لأنها فترة العطاء فترة البناء فترة الإقبال على الله هي فترة الفتوة والمروء هي فترة الشباب لذلك نجد كثيرا من الشباب يضيئون أوقاتهم يضيئون أعمارهم فيما لا فائدة فيه كم امتلأت أماكن بشباب يلهون ويضيئون أوقاتهم وأعمارهم ولا يجلس الواحد يقرأ كتاب الله دقائق لذلك تنزع البركة من العمر بسبب قلة الطاعة الشباب هم طاقة الأمة يحتاجون إلى العناية وإلى الرعاية يحتاجون إلى التوجيه الصحيح كيف يحافظ الشاب على عمره وعلى وقته العمر هو طريقك إلى الله تبارك وتعالى وهو عملك الذي تعمل فيه كان سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما الليل والنهار يعملان فيك أي يأخذانك شيئا فشيئا حتى تلقى الله فاعمل أنت فيهما أي فاغتنم الفرصة وعمل فيهما أعمال خير الصالحون كانوا يحافظون على أوقاتهم لذلك وبخ الله عز وجل الكفار عندما ضيعوا أعمارهم فقال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وابخهم على إضاعة أعمارهم فيما لا فائدة فيه وبعدهم عن استغلال العمر في رضا الله وطاعة الله تبارك وتعالى نسأل الله أن يبصرنا بعيوبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر